الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في بداية أيضاً نعود إليكم من هذا الديوان المبارك ديوان أخوي أبو هيف مبارك هيف الحجرف الذي انطلقت من هذه الديوانية ندوة رحيل الرئيسي مطلب شعبي وتحقق هذا المطلب أولاً بفضل الله عز وجل ثم بإرادة الشعب الكويتي الذي وقف خلف نوابه الأبطال في مجلس 2020 ولن نقبل بعودة الحقبة الماضية الفاسدة ولن نسمح بعودة رؤوس الفساد السابقين لا المنبوذ ولا زبانيته ولا أيضاً من كانوا في الحكومة السابقة نحن بدأنا حراكاً وطنياً من أجل الكويت ومن أجل مصلحة الكويت ولن نتراجع عن هذا الحراك ما حنى أصحاب مصالح الربع اللي هنين نواب اللي حاضرين وألقوا كلمتهم اليوم بمن فيهم نائب الرئيس وأيضاً الأخ مبارك والأخ محمد هايف وأيضاً الأخ حمد المدلج والذي لم يحضر منعته الظروف من هذا الحضور وهذه الندوة لا تهمهم الكراسي ترى لا تظنون أن تهم الكراسي هذين هم اللي طالبوا في حل مجلس 2020 من أجل الشعب الكويتي من أجل عدم استمرار الفاسدين من أجل رحيل الرئيسين الذين تحالفوا ضد مطالب الشعب الكويتي لذلك هذا المجلس هو مجلس الأمة هو مجلس الشعب الكويتي حركوا إعلامهم ما حركوا قاموا ينتقدون ترى الفساد اللي نعاني فيه في الوقت الحالي هو أثرهم هو فسادهم الذي كانوا يعيشون وعيشوا الشعب الكويتي هذا الفساد تحرك إعلامكم فاسدينكم نعرف من يتحرك في هذه الفترة حطين نفسهم شرفاء ومدافعين عن البلد وحماه لحقوق المواطنين وهم أفسد الناس طبعا ليس الكل هنالك مجموعة من الناس يتكلمون بصدق وصراحة ولا هم الحق في الانتقاد لكن تكلم عن المجموعة اللي معروفين أذناب المنبوذ وأتباعه أذناب الرئيسين السابقين لا تقصون على الناس الآن طالعين والله شرفاء وينكم عن أكبر فساد حصل في حقبة البلد عشر سنوات الماضية شو قاعد تسوون كنتوا تطبلون لأنكم مستفيدين قابضين مصالحكم ماشية لكن لما جاء هؤلاء الرجال الذين انتخبهم الشعب الكويتي وحن نقول مجلس 2022 هو مجلس الشعب الكويتي 90% من أعضائه يمثلون الأمة بحق مو مثل المجلس الذي تغيرت قناعاته ما ندري من دفع لهم وغير قناعات بعض الناس وتحالف الرئيسين ضد الشعب وضد من انتخبهم الشعب من أجل مصرحة البلد لا شيلوا من بالكم منكم تسررون الإعلام ترى الناس كاشفتكم لا تقولون في فساد الفساد الذي نعاني منه الآن هو فساد ربعكم ومعازيبكم في حكومة سابقة كانت الدنيا كلها طبعا نتكلم الآن من يدير البلد في كل الأمور السابقة يعني الحين نتكلم بأخوه إبو عبدالله عن الشوارع والله والله اللي عنده إحساس يقول لما يشوف شوارع الكويت يقول أن الحكومة واللي ساكت عن هذا الوضع هو يكره الشعب الكويت يكره الشعب الكويت شلون لأنه قاعد يسبب مشاكل هذه الشوارع إلى الآن ما فيكم غيرة على بلدكم على وطنكم هذه الشوارع اللي تفشل اللي راح ضحيتها بعض الناس ماتوا في حوادث إثر هذه الطرق التالفة من الحكمة الفاسدة التي أفسدت في هذا البلد ترى في النهاية الحكومات ما يشكلها الشعب الكويتي الشعب الكويتي ينتخب ينتخب نوابا وكانت تدير العملية الانتخابية هي الحكومة السلطة التنفيذية كان الذي يغير قناعاته ويخون الشعب الكويتي ثم يكتشف الشعب الكويتي بأنه وخان أثناء المجلس كان يسقطه ما يعود من اللي يعود؟ يعود اللي يتحايل بالكذب والتزوير عن طريق شراء الأصوات ونقل الأصوات ومن اللي يسمح له بشراء الأصوات؟ ومن اللي يسمح له بنقل الأصوات؟ حكومة في النهاية ترى المتهم في قضية الناقلات شيخ والمتهم في صندوق الجيش شيخ والمتهم في الصندوق الماليزي شيخ واليوروفايتر شيخ والكركان شيخ وأيضا البنقالي شيخ ترى مو الشعب اللي يحطهم في هذه المناصب مو الشعب اللي انتخابه محطم في هذه المناصب شوفوا الخلل عندكم وعالجوه لا تحملون الشعب مشاكلكم وإخفاقاتكم وفسادكم تحملون الشعب مو صحيح أن الشعب الكويتي يتحمل هذا الفساد خلال كل هذه الفترة والهدر والسرقات من المال العام ثم يأتون أيضا بتحالف تجار ترى المقاولين اللي سووا الفساد اللي يشوفها في البلد وفي البنية التحتية ترى ربعكم شركات معروفة ومعروفة ويتحالفون مع الشوخ يجي واحد وزير تجارة أسبق يغير في القانون يغير في القانون يغير بس كلمة محلي ووطني علشان يستفيد شخص واحد من مناقصات وزارة الكهرباء مقاول واحد فقط لأنه هو الوحيد شي سوى المقاول لأن القانون ما يسمح لأبروحة يجيب واحد ثاني يختم له عن شركته لعبوا ومهزلة حتى لا يدخل عليهم ولا الشركات الخليجية تقدم خدمات أفضل ومبالغ أقل وتوفير للمال العام وصيانة وخدمة وينكشف سوئتهم أمام الأمة وهي منكشفة الأمان وكانت يا أبو هيف أنا أشكرك على إقامة هذه الندوة لأن هذه الندوة كانت المفروض يعني من أول ما اتخذت الحكومة ذلك القرار الأحمق أنا أسميه بعدم حضورها للجلسة ما ندري من شار عليهم هالرأي الأعوج كان المفروض تقام الندوات ولو أن عارفين رأيكم في هذه المسألة لأن قد يكون هناك فعلا نية إصلاح لكن كانت الدعوة والقرار الذي اتخذ حماقة لا يمكن أن نسكت عليه والله حكومة لا تقدمون قوانين نحن مانا بيها تعالي عطل المجلس خل المجلس ارتاح وقل تعالي المجلس ارتاح وقل شو القوانين تبيها طال عمرك حاضرين حين المجلس ما لحق يقدم قوانين مو على كيفك ما هذا دور المجلس تشريعي رقابي عندك قوانين قدب إذا القانون معاجبك ترى الناس أراءها متفاوتة مو كلهم على رأي واحد لكن في النهاية اللي القانون اللي يحقق مصلحة الشعب الكويتي رح يوقفون معه مو أنت اللي تقول والله هذا القانون أنا حاطه في خطة برنامج عمل الحكومة وما أنا مقدمها الوقت هذا أبقى قدمها السنة الرابعة ينطرون كل الشعب للمجلس على سنة تنطر والله السنة الرابعة ينطرون أصبروا شوي خلت يجي الحكومة تقدم القانون حكومة لا تفقه في العمل الديمقراطي والعمل البرلماني عجزانين لا يحضرون جلسة يعلمون بأن هناك تفاوت في بعض القوانين بين آراء النواب لكن هناك من يدس السم لهم إن كانوا جاهلين وإن كانوا عالمين فهم شركاء بعداءهم للوطن تقول حق أحد الوزراء مثل ما يسير في موضوع والله إخواننا في قبيلة شمر والآن قبيلة مطير عندنا بالخامسة في مثل هذه الأحكام القاسية التي لم يصدر حكماً مشابهاً لها في أي من العمليات التي اتخذت في القبائل الأخرى بعضهم براء أكثر أم براء وبعضهم أكثر ما حصل على خمس تاراف ما في سجن لكن اليوم قبيلة شمر نستذكرهم على رأسهم أخونا مرزوق الخليفة وأيضاً قبيلة مطير في الخامسة عندنا ليش ما تطبق القانون يقول قانون يقول إذا كانت السابقة الأولى وليست بعقوبة جناية يوضع لها أسوار يوضع لها أسوار يقعد في محل يقامتها ليش ما تبقون يطبقون القانون يعني أنا أستغرب بأن الشماعة اللي يقولونها بعض المسؤولين في الدولة منهم مزراء والله عندنا توجيهات شنو هو التوجيهات ثانيا مافي توجيهات قاعد ييشذبون على الناس لأنهو ما يبي هذا الشيء يصير فيقول توجيهات إذا توجيهات سكروا المحاكم وسكروا مجلس الأمة وشيروا القوانين وخلونا نمشي بالتوجيهات التوجيهات تقول اخذ حق فلان عطه فلان التوجيهات تقول اظلم فلان التوجيهات تقول لا تعين فلان راحت حقوق الناس إذا رحنا في هأوضع فلذلك لا يمكن أن نقبل بمثل هذا الأمر هناك دولة مؤسسات إذا أنتم فعلاً مؤمنين بدولة المؤسسات يجب أن يأخذ القانون وضعه وأن تتعامل مع الناس وفق القانون ولا تأخذ حقوق الناس ولا تظلمهم تسجن الناس على أمر ليسوا مجرمين ولا قتله ولا أصحاب مخدرات ولا خوانا للوطن نقول لك طبق القانون يا رئيسي وزراء طبق القانون يا النائب العام طبق القانون يا وزير الداخلية حط لهم اسوارا خل الناس تقعد في بيوتها خفف الحمل عليك في السجون من خلال هذا القانون قاعد تطبق على الناس وتخليها الناس بأي منطق نتكلم ولذلك اليوم نحن نقول بأن موضوع الإصراح بين الشعار والحقيقة مثل ما جاء في عنوان هذه الندوة هل نحن مقتنعين بأن هناك إصلاح ولا شعارات الحقيقة تخالفها حكومة كل من أصبها بالتكليف بل إن أيضا هي الحكومة بالتكليف يجبون وزراء همهم والله العداء لموظفين وزارتها مثل ما سوى وزير الأمراف كأن يكرههم وينتقم منهم انتقام من اللي صار ترى متطبيق للقانون والله إنه انتقام وترى توصلنا معاه للعلم ما عنده ردود ما عنده إجابة لكنه واضح تصريف العاجل من الأمور صار مو في توظيف الكوتيين ولا بمنع الفساد ولا بتحقيق مصالح الناس بل إن التصريف العاجل من الأمور هو بإيذاء موظفينك وإيذاء المواطنين هذا اللي قاعد تصير مصالح تنفيع لذلك نحن نقول أيضاً في موضوع بأن الدستور مطالب أنتم كقيادة وكأسرة حكم وكحكومة يأخي الدستور هذا حفظ حقوقكم ومنتم قبل حقوق الناس أنتم المفروض تحفظون عليه أنتم المفروض اللي تحمونا أنتم المفروض اللي تدافعون عننا مو تحطرونه بالصورة هذه ترى الشعب الكويتي كان قبل الدستور وهو ولا أهد تام للأسرة وللنظام وجاءت الوثيقة باتفاق الأمة وباتفاق الشعب الكويتي حتى يحفظ لكم هذا الحق وانتم الآن قاعدين تعبثون بالدستور عدم احترام للدستور وعدم احترام للقوانين وعدم احترام لرأي الأمة ثم يخرجون علينا بإعلام الفاسدين العصابة السابقة الذين أفلسوا اليوم هم مفلسين ترى خارجين من المشهد والناس تعلم بأنهم الآن ليس بيدهم شيء لكنهم تعرفون فترة طويلة كانوا مسكين مسكين القيادات في البلد ولا زال عندهم قيادات في البلد وإعلام وأموال يملكون فوجهوا الإعلام هذا لضرب النواب الشرفاء ومجلس الشعب والله راح يطلع عندكم إبطال والإبطال راح يصير أخي محمد انطير الله يجزاء خير ببراك تكلم عن موضوع القضاء وأن موضوع القضاء موضوع خطير وأن هناك أحكام صدرت على قضاء مرتشين بل إن هناك مثل ما قال ببراك ما بسكوه هذا بل إن هناك من هو لديه مكان حساس في القضاء حينما نقول قضاء نزيه وقضاء لا في قاضي نزيه وقاضي فاسد هذا شيء واحد من لديه مكان حساس في القضاء فاسد فاسد في أوكار الدعارة والأماكن الواطية والمنحطة ومثل ما يقولون الربع في السفارات الدبلوماسية في إحدى دول المغرب العربي يقول والله بكامرية الخضرة يفتر على أماكن الدعارة فشلنا فضحنا هذا الفاسد هل يملك من الوازع الديني والشرعي بأن يمنعه أن لا يظلم الناس لا ظلم ناس ومعروفين الناس يظلمهم ومعروف هذا الرجل وأن نصلح القضاء مسؤوليتكم يا القضاء اليوم أن تصلحوا هذا هذا المرفق الهام الذي إذا فسد فسدت الدولة وانهارت المؤسسات ما ينبغي أن يترك بهذه الصورة يطلعون مثل ما قال ببراك على موضوع الإبطال نرجع إلى موضوع الإبطال وأن الإبطال سيتم الإبطال لحد حالتي سمو نائب الأمير ولي العهد عندما تحدث في الخطاب نيابة عن سمو الأمير قال بي أننا في 226 سنتخذ إجراءات نؤخر الحل من أجل اتخاذ إجراءات دستورية وإعداد للقوانين حتى يصير حلنا سليم وأيضا أكد على هذا الأمر في 18 عشرة في افتتاح الفصل التشريعي ودور الإنعقاد إذا أبطل المجلس يا أن المستشارين اللي عند القيادة السياسية ما يفهمون يا أنهم خوانة يكذبون غشوه أو أن المحكمة الدستورية تتواطئ مع غيرها وتدار وذكر أخوي ببراكبي أنه أيضا شاوروا قضاها في هذا المسألة لذلك الموضوع خطير وإذا كان الموضوع أيضا الحل ليس من أجل قضية المراسيم بأجل العملية الانتخابية إذا عندكم مشكلة أنتم تطقون نفسكم معناته معارفين تديرون العملية الانتخابية من تصويت وفرز وإعلام وهذا أيضا موضوع خطير ترى الإبطال بدعة اتخذت في 2012 ونعرف شنو سبب إصدار الإبطال في 2012 نعرف أسباب الإبطال لماذا تم الإبطال لأنه أول مرة في تاريخ الكويت يأتي مجلس أغلبية لا تملكها الحكومة وأيضا المجلس هذا أغلبية لا تملكها الحكومة فعينكم على اللي بيصير الحكومة اللي عاجزة وغير قادرة على أن تواجه ممثلي الأمة ونواب الأمة في اقتراحاتهم وتشريعاتهم ورقابتهم لا يجون وبعدين ما هي سالفة قدم استقالتك تقعد لك شهر شهرين اللي قالتها جريدة الجريدة معناها تصحيح عبث ولعب بالمدد شخايفين مننا أنتم عندكم مشكلة فيكم بلا بتسوون شي غلط ما تبون تقعدون مع المجلس قولوا للناس ملاقين رجال ترى الكويت ولادوا فيها ناس فيهم خير كثيرين يستطيعون أن يكونوا رجال دولة اللي أنتم بعضهم ما اخترتوهم رجال دولة ولا جبتوهم على وفق المصالح والمعارف والتزكيات اللي من ربعكم ولا علشان يسمعوا الكلام مسؤولية رئيس الوزراء القادم أن يأتينا برجال دولة ترى راح الوقت طالت المدة علينا وحنا عايشين في هذا الوضع السيء ما يجوز أن نسكت على هذه الفترة نحن نحذر بأننا لن نقبل بعودة الوضع السابق لن نقبل المنبوذ ربعة ارتاحوا ترى ما رح ترجعون للمجل والله لن ترجعون بإذن الله ورجعتوا والله لن نجس بيوتنا سنقف في كل منبر وكل مكان الكويت تستاهل مننا أكثر شعب الكويتي يستاهل الثقة هذه بعض الناس يجون الناخبين يعطونها أصوات كثيرة يظنون في الخير ثم ينقلب على عقبه بعضهم أصوات كثيرة لكن الحبل ما ينرز موقفه والله الرجال اللي في خلة في خلة شوي وتجيها أصوات بالآلاف يخذ يرجال يقول أنا الثقة هذه اللي يجوني الناس يضيح لقد خلوني أحفظ أحفظ للناس أمانتهم معاي لكن بعض الناس ما هوكفوا ترجمة نانسي قنقر